مملكة البحرين لنجد نظما تعليمية يمكنها دعم المجتمعات المتساوية والاقتصادات والأحلام غير المحدودة لكل متعلم في العالم مقولة كتبت على صدر صفحة الجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة اليوم الدولي للتعليم الذي يأتي هذا العام تحت الشعار إلاء الأولوية للتعليم كوسيلة للاستثمار في البشر ومن هنا تمكنت مملكة البحرين من الانضمام إلى مصاف الدول الرائدة في الاستثمار بالعنصر البشري في القطاع التعليمي كونه أهم عنصر في النهوض بالأمم وارتقائها حق من حقوق الإنسان أن يتعلم الفرد إذ حرصت المملكة على منح هذا الحق للجميع كونها دولة معنية بحقوق الإنسان حيث تم تصنيفها ضمن الدول ذات الأداء العالي في تحقيق أهداف التعليم للجميع علاوة على ذلك يعتبر تطوير القطاع التعليمي هو أحد أهم أهداف التنمية المستدامة ورؤية البحرين الاقتصادية تمكنت مملكة البحرين من تصدر المؤشرات الأممية عبر العديد من المبادرات والمنجزات التعليمية من أهمها مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل بالإضافة إلى مساعيها المستمرة في تطوير المناهج التعليمية واستخدام أحدث تقنيات التعليم العالمية كالمختبرات العلمية الافتراضية وتطبيقات الحاسب الآلي والتعليم عن بعد ومواكبة الرقمنة بأحدث تقنياتها